أبا وتوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الحي السكني الثالث R3 الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وقام مدبولي بجولة بالحي السكني حيث تفقد المدرسة الموجودة هناك وعدة وحدات سكنية ويقع المشروع على مساحة 1016 فدان وبه 24 ألف وحدة سكنية وتم مؤخرا تخصيص 4000 وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية وسيتم تسليم الوحدات في أقرب وقت تبقى للخطة الزمنية التي تم وضعها من خلال الجهاز